سين هل يجوز التعلل بالقدر على فعل المعاصي جيم قد يتعلل بعض المذنبين المقصرين مسوغين تقصيرهم وخطأهم بأن الله هو الذي قدر ذلك عليهم وعليه فلا ينبغي أن يلاموا على ارتكابهم الذنوب والمعاصي وهذا قول مردود ومفهوم فاسد قد دل على فساده الشرع والعقل فمن الأدلة الشرعية قول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم ولو كان احتجاجهم مقبولة ما أذاقهم الله بأسه فمن احتج بالقدر على الذنوب والمعائب لزمه أن يصحح مذهب الكفار وينسب إلى الله الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومما يرد هذا القول ويبين فساده أننا نرى الإنسان يحرص على ما يريد في أمور دنياه حتى يدركه ولا نجده يترك ما يصلح أمور دنياه ويعمل بما يضره فيها بحجة القدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر ويبين ذلك لو أن إنسانا أراد السفر إلى بلد وهذا البلد له طريقان أحدهما آمن مطمئن والآخر كله فوضى والطراب وقتل وسلب فأي الطريقين سيسلك لا شك أنه سيسلك الطريق الأول فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار ولو كان القدر حجة على الذنوب والمعائب لتعطلت مصالح الناس وعمة الفوضى ولما كان هناك داع للحدود والتعزيرات والجزاءات ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع الطريق ولا إلى فتح المحاكم ونصب القضاء بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله وهذا لا يقول به عاقل وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال ونحو ذلك فهذا من تمام الرضا بالله ربا فما كان من فعل العبد واختياره فإنه لا يصح له أن يحتج فيه بالقدر وما كان خارجا عن اختياره وإرادته صح له أن يحتج فيه بالقدر فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب اشتركوا في القناة